متابعيني جميعاً على قناة إنفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة إن شاء الله هنجرب مع بعض شاجي بي تي ووان بريفيو وعشان نجربه لازم نكون بنستخدم الأوامر بشكل صحيح أو بنحصل على الأمر المضبوط عشان نقدر نقيمه ونقدر نعرف هل هو فعلاً جيد ولا لا لأن بعض الأحيان بيجي لي تعليقات إن النموذج ده غير جيد النموذج ده جيد النموذج ده أفضل من ده أنا شايفة إن معايير الحكم على أي نموذج بيكون من خلال تثبيت الأمر واستخدامه مع نمازج مختلفة وبنشوف إمكانيات كل نموذج عبارة عن إيوان ولكن ناخد بالنا من حاجة إن هنا هندسة الأوامر بتلعب دور كبير جداً في الحصول على النتائج الضقيقة فلو أنت مش قادر تكتب الأمر بالشكل اللي أنت عايزه أو تعبر عنه بالكتابة بشكل اللي أنت عايزه ممكن تستعين ببعض المواقع اللي بتساعدك في كتابة الأمر كنت تناولت بعض هذه المواقع من قبل النهاردة أنا هتكلم عن موقع من المواقع الممتازة جداً في توليد أوامر خاصة بشات جي بي تي هو موقع برامت أدفانس ومش بس شات جي بي تي أنت ممكن كمان تلاقي أوامر لعلاقة بجيميناي وكلود هنتناول الموقع ده الوحده بالتفصيل ولكن أنا عايزك تروح للرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو علشان تبتدي تحصل على الأمر هناخد النهاردة مثال وهو عمل لاندينج بيج هنفترض اللاندينج بيج دي بتتكلم عن كورس كنفا وحتزي أحط فري فيديو ممكن كمان أديله اللينك بعد كده علشان يحط الفري فيديو ده داخل اللاندينج بيج أول حاجة هنروح لموقع برامت أدفانس اللي حيكون موجود الرابط بتاعه زي ما قلت في الأول في الوصف أسفل الفيديو وهنا هنروح للتول أو الفري اي اي تول الخاصة بشات جي بيتي برامت جينريتور وهنا هقوله واخت از كودر و I want a prompt for landing page creating a landing page by using طبعا أنا عايزة حاجة بسيطة وحاجة يعني قدرنا أنا أعدل عليها فهاختار html css and javascript make it more visualized put all codes in one text file انا بحب اخد كده one text file هاخده هحطه في ال visual studio code وابتدي ان انا اسايفه واقول له open in default browser عشان اشوف الشكل بتاعه هيكون عامل ازاي هو حتى الان الاسمه او اللي اديش البرومت انا هنا بقول له انا عايز ايه فبكتب simple او basic prompt عادي جدا عشان احصل على البرومت التفصيلي اللي انا عايزاه بالنسبة برضو ليه ال landing page دي ايه تعالوا كده نشوف ال landing page دي هل انا حددت هي الايه ولا لا هنا landing page وحقول له for canva course for beginners generate prompt حيبتدي انشئلي الامر زي ما احنا شايفين act as a coder and web developer create a visually appealing landing page for canva course for beginners using html css and javascript وان ال landing page should be engaging تفاعلية easy to navigate كل ال details اللي انا فعلا محتاجاها الاول لازم طبعا نقرأ details وهنا حبتدي اقول له copy حبتدي اروح لشاة جي بي تي اتأكد ان انا واقفة على شاة جي بي تي او وان بريفيو وبعد كده حبتدي ان انا اكتب الامر هنا حبتدي مثلا اقول له put this link to free video وممكن احط كمان اللينك بتاع الفيديو وابتدي ان انا اقول له enter تعالا نشوف حيديني ايه اولا حيبتدي يفكر حيبتدي انه هو يكرافت يعني يبتدي كده يخطط لي الاندينج بيج بياخد وقته تماما عشان يديني الاندينج بيج بيشتغل عليها زي ما احنا شايفين بيحط لي css code في نفس التكست file في الhead وبعدين حيبتدي يحط لي الباقي الشي مقال css وحيبتدي يحط لي الباقي على الjava script ممكن اقول له put all codes in one text file عشان حكد انه حطيلي كله بيفكر تاني هو هنا بيقول لي update enroll link replace انا مش عايزة replace انا عايزة تديني كله الكود كله على بعضه عايزة كده اخد الكود احطه في ال visual studio code واعمل له save واشوفه هنا قال لي sure ابتدى يحطهم in one text file هنا هروح لفاجول studio code احطت الكود بتاعي control v ادي الكود بتاعي زي ما احنا شايفين اوه طبعا ما تنساش تروح تعمل file وتعمل save as وتبتدي ان انت تسايفه بالاسم اللي انت عايزه بعد كده هعمل right click وقول له open in default browser علشان يفتح لي في ال browser ونروح نشوفه في ال browser زي ما احنا شايفين دي landing page بتاعتي master canva beginners course هنا هو كاتب لي زي ما احنا شايفين يعني ال background دي بيضى المفروض ان انت تحط image او صورة وهنا الكتابة بالابيض هروح بس بسرعة كده احط صورة في ال background او اغير لون ال background بلاش احط صورة علشان تقدر ان انت يعني تتخيل الكتابة دي هتبقى عاملة ازاي تعالا نعمل refresh انا غيرت بس هنا الكتابة نفسها ممكن نحط بعد كده صورة ما فيش اي مشكلة خالص وزي ما احنا شايفين on slash your creativity with canva what you will learn هنا لو انت روح تفوق كده ال interactive tabs ال features هيديك هتتعلم ايه enroll now هيوديك تحت على enroll now ال home البداية الصفحة عندك الفري فيديو هيوديك على الفري فيديو اللي عمله embed زي ما احنا شايفين هنا بتقدر ان انت تعمل edit داخل html علشان كده برضو من المهم ان انت تكون عارف ازاي هتقدر تعدل في text file المهم انتعرف الحاجات الاساسية دي علشان لو عايز تعمل landing page بسيطة جدا بعد كده ممكن ان انت تبعت الملف ده ويبتدي الشخص يعدلك عليه developer او انت بتحط الرؤية بتاعتك بالشكل اللي انت عايزه يعدلك هو عليه او يزبطولك يربطولك بدومين كل الكلام ده كله طبعا انت مش مطلوب انك تعمله ولكن انا هنا بعمل تطبيق عملي بشكل بسيط عشان اورليك landing page البسيطة ممكن انت تعملها بنفسك بشوية معرفة بسيطة بالقواعد البسيطة الخاصة بالHTML CSS visual studio code حتى مش لازم تكون عارف جواسكريبت على فكرة ممكن تكون اما معرفة بسيطة او مش عندك انت بتقوله حط لي كل الكود في text file وتروح لل visual studio code بتحط copy تاخد الكلام ده copy تحطه paste بتدي تحفظ الملف تقوله open in default browser عشان تشوفه ممكن كمان ترجع تاني لو في حاجة عايز تعدلها تبتدي تكتب في شات جي بيتي انت عايز تعدل ايه يعني ممكن نبتدي نعمل تعديل نقوله حط لي embed form contains name and email to submit هنشوف دلوقتي هيديني كود جديد هاخد الكود الجديد واستخدمه بعد ما يضف لي ال embed form اللي انا عايزيها او النموذج او الاستمارة اللي انا عايزيها تبقى موجودة جوة landing page بدأ ان هو ينشئ الكود هستنى لحد ما يخلص اشتركوا في القناة هنا بيقول لي Instructions for Action عشان يتاخد Action استبدلي Form Processing URL بالURL اللي حيروح عليه بشكل عام أنا هاخد الكود وحبتدي أروح لي Visual Studio Code عشان نجرب مع بعض الكود بعد التعديل هروح أحط الكود بتاعي الجديد في تاكست جديد وحبتدي أسايف التاكست بتاعي وبعد كده هدوس Right Click Open in Default Browser عشان أشوف النتيجة دي اللاندينج بيج الجديدة زي ما هي وهنا في في الآخر الاستمارة الشخص هيدخل فيها الاسم والإيميل ويعمل Submit انت تقدر بنتها البساطة تدي الشخص التكست فايل ده بتصورك وهو طبعا يزبطه يعدل عليه ويربطه بدومين والكلام ده كله ولكن الموضوع برضو هيتطلب منك شوية معرفة بالHTML وCSS والVisual Studio Code وازاي تتعامل معاه بشكل بسيط ده كان تطبيق عملي لعمل لاندينج بيج باستخدام شاجي بيتي وون بريفيو أتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة إن شاء الله نحاول نركز على الكيسز أو اليوز كيسز اللي احنا ممكن نحنا نستخدم بيها شاجي بيتي في الخطة المدفوعة قدر الإمكان إن شاء الله الفترة الجاية وان شاء الله نتناول الموقع الخاص بإن شاء الأوامر لأنه فيه إمكانيات عالية جدا بإذن الله في فيديو لوحده أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة Infotech for You وزاي بقولكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل Subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش لايك والشير وكومنت دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة